بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذتي الكرام تلاميذي الأعزاء أهلا وسهلا بكم في حصة رقم 5 من سلسلة الحصص القصيرة وفي هذه الحصة سوف نكمل جزء الثاني من درس السجلات باستخدام القلبات فلنبدأ على باركة الله وحفظه تلاميذي الأعزاء في الحصة الماضية درسنا سجلات باستخدام قلبات وعرفنا بأن هذه السجلات توجد أربع أنواع مهمة النوع الأول اللي هو شحن تفرعي إزاحة يمين دوراني أو حلقية درسنا حصة الماضية أما النوع الثاني هو شحن تفرعي إزاحة يصاة دورانية أو حلقية درسنا حصة الماضية واللي يحب يفهمهم يروح الحصة رقم 4 وعامل سلسلات الحصص القصير واللي يحب يتكون أكثر أكثر يروح يتشاهد الحصص التفصيلية خاصة بالسجلات في حصة اليوم نجمعه وشحن نديره رح نكملو شحن تسلسل إزاحة يمين دورانية ونكملو شحن تسلسل إزاحة يصار دوراني هيا جمعنا نبدأ بشحن تسلسل إزاحة يمين دوراني كما شفنا في الحصة الماضية واشمعناتها كي يعطي لك أسئلة على السجلات أول حاجة تخمم فيها تخمم فيها هي الإجابة كيف أتعرف باللي أعطي لك شحن تسلسل إزاحة يمين دوراني حلقي طريقة بسيطة جدا قادم يمتلك المخطط الوظيفي وهذا أكثر مخطط الوظيفي يعطى في الباكالوريا لازم تعرف تقرأ هذا المخطط الوظيفي فيما كم تلاحظوا في المداخل الإرغام أعطي لك مدخل إرغام واحد ما أعطي لك شحن تسلسل كما شفنا في حصة الماضية فيما يمتلك بإطاء لك شخص يعطي بإطاءة تفرعي أعرف بي ما سنستخدمه داخل الإرغام للشحنة تفرعي مدام أن أعطي لي هنا إير وإلا إطاءة فقط سوف نستخدمها للمس إذن هذا غير شحن تفرعي بإستخدام مداخل الإرغام هنا سيكون شحن تسلسلي وبعد نتأكد بي ما سأستطيع أن أعطي хочет ShiftWrite هاذي هي المعلوم والموراد يدخلها تسلسلياً عن طريق المدخل من مدخل واحد من القلب اللي هو دي ا اذا هذي الشيفترايت واشي هي هي المعلوم والمراد شحنوها تسلسوني هذي الشيفترايت قد يمكتبها لك اس اير قد يكسميها لك اس قد يمد لك الرقم فيه صفر ولا واحد منطقي قد يعطي لك الرقم فيه ربع ابيت ولا ثم ابيت وش معنى كي يعطي لك ربع ابيت ماذا شاء انت فراي اعرفوا معنى كل ما تجي جبهة صعيدة يدخل لرقم تسلسلية عن طريق مدخل دي ا اذا كي شفت هذي الشيفترايت اذا واشي هو هذا الشحن شحن تسلسلي شيفترايت عن طريق مدخل واحد اللي هو دي ا ا شحنت مو دي ا فقط من بعدها اجمع اذا هذا واشي هو السجل اذا هذا السجل شحن تسلسلي من بعدها نشوف هل هو ازاح يمين او يصار بما انه شحنت القلاب الاول اللي هو ال ا المعلومة كيف اطروه كي ا ا ا وشي قلد يقلد مدخل تاو دي ا ا وتوجد يمين من كيهA إلى كيهB وبعدها يمين إلى كيهC وبعدها يمين إلى كيهD إذن وش هو Denise Hat إزاحها نحو اليمين إذاً شاحن تسلسني دخلت معلومة واحدة في قلب واحد وبدأت لها إزاحة نحو اليمين لكن بعدما أص 아�ديم إزاحة يمين فقط أم إزاحة يمين؟ ويمكنكم تلاحظوا المعلومة uria تركت هذه هذه من كيهدي ومين أ открыتها عدنا إزاحة أسفل إذن إمزحة يمين أسفل لأنه هنا عندي أرح نشحن قلب واحد اللي ومدخل تعود ديئة وعندي أكثر من معلومة المعلومة الأولى شفت رايت والمعلومة الثانية هي كيدي في هذه الحالة واش لازم نجيب نجيب بوابة أور وهنا تلعب دور سويتش واش معنا تدخلت أكثر من معلومة في مدخل واحد إذن مجرد شوف هذا المخطط الوظيفي أعرف باللي أعطالك سجل شحن تعوشي هو تسلسلي واش ينوع الإزاحة إزاحة يمين دوراني هذا الاحتمال الأول احتمال الثاني جمعة قد يكتبو لك بهذا الشكل تجد رسيتش معنها المسح وتجد ديئة فيها شفت رايت وما يعطي لك شن الربط الكيدي بديئة واش يكتب لك هنا يكتب لك شه سجل يمين حلقي وحابه هنا يخليك نتاية ليتكمل ربطة من كيدي إلى ديئة كما كم تشافون مدام عندي شفت رايت معنها شحنة تساسوا وكان احتمال ثلاث وش يطلب منك يطلب منك يقول لك صمم السجل إزاحة يمين دوراني يشحن بالقيمة الإبتدائية اللي يا شفت رايت جمعة زينة مجرد شوف هذا الثلاث احتمال أعرف باللي يعطى لك سجل شحن تساسوا لي إزاحة يمين دوراني وبهن نفهمه بزا بزا ف هنعطيكم مثال ونجاوبوا على هذا المثال وإن شاء الله نثبتوا المعلومة وبإذن الله سجل هذا حيولي لكم بس بوسة هيا يا جمعة زينة كما هنا يا أعطيكم أربع قلابات وعطيكم مخاطط الوظيفي لازم تعرفوا تدرس مخاطط الوظيفي ومبالا جاكسوا أقليك أكمل تصميم المنطقي لهذا التركيب ما أعطي لك حتى حاجة تبيع لك أشكو شحن تسلسولي ولا تفرعي ما أعطيك حتى حاجة أسكو إزاحة يمين إزاحة يمين دورانية إزاحة إزاحة دورانية فهذه الحالة وش لازم لي نعرف ندرس وثائق الصانع هيا جمعة قبل ما ندرس وثائق الصانع لازم نعط اللي تي IM SHU بها مراجيا ما يصل لكم حتى مشكل وشي creating الاستراتيجية عالسجلتي لا شاحن تساسولي أولاً لازم تعرف تعرف Elena I Sar Ref 有用 هيا مد شارة الإسارة للسجل هذه واحد Frau Lazi혀�им l親 tim forgot first lejim milton 5 Honey control must have known WHY شاحن الرّحي آ الثلاثة ثلاثة لازم تعرف النوع الإزاحة هل هي إزاحة يمين أو يمين دورانية أو يسار أو يسار دورانية وآخر حاجة في الشحن التسلسولي أعرف أن يقوم بعملية المسحة هذه المسحة ليست في الشحن التفرعي بس يكون مدافع الإرغام بلوستياتو كلير مصممة للشحن لذلك هنا في الشحن التسلسولي بما أنه لا يحتاج مدافع الإرغام لولو نستخدم المدافع الإرغام على الصفر لتفريغ السجل لمسحة السجل هيا جمع هذه الإستراتيجية نطبقها على السجل أولاً نبدأ بالساعة إذن كيفية إشارة الساعة؟ كيفية إشارة الساعة للسجل؟ ستلاحظوا بأنه كيفية إشارة الساعة للسجل؟ وهي إشارة الساعة الخارجية هذه الثلاثة قد مدها لك مربوطة N-O555 قد مدها لك بوابة نفي CMOS وهنا يزدنا بوابة N بها نديره بها نتحكم في الإذن بإشارة الساعة كما كنتلاحظوا X33 جمع أشوضي في التاحة X3 هي مرحلة ثالثة من أشغول العشرات من أشغول الثالثة وأي حاجة مربوطة في إشارة الساعة وظيفتها الإذن بما أنه X33 مربوطة في إشارة الساعة التي تمشي بجبهة الصعيدة نقولوا وظيفتها الإذن وبعدها نشوفوا التركيب وشو وظيفته بما أنه التركيب وشو وظيفته إذن بالشحن تسلسلي وش نقولوا X33 وشو وظيفتها إذن بالشحن ولا إذن بالإزاحة إذن بالإزاحة وبما أنه هذا السجل يتحكم في محارك خطوة بخطوة الإجابة الدقيقة لX33 وش نقولها إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة وهذا مراجح تعرفه مجمعة في المستقبل كي تقرأ محارك خطوة بخطوة إذن وش قلنا نبدأه في إشارة الساعة عش كون يميد إشارة الساعة عندي آش وإكس ثلاثة وثلاثين إذن ش لازم ندير في هذه الحالة نصم البوابة أند ونربطها بالميقاتية تعلق الأول سي كا آ ومن بعدها هنا وش نكتبه الآش ومن مدخل الثاني البوابة نكتبه إكس ثلاثة وثلاثين من بعدها وش نسأل نسأل روحي سؤال هذا التركيب المنطق اللي حن نخدمه وش هو فأسكوا حن نخدم عددات ولا حن نخدم سجلات وبما أننا نتصف سجلات مع أنتها إشارة الساعة مع أنتها قلبات كامل عندهم نفس إشارة ساعة مشتركة عكس العددات اللي حن نشوفهم في الحصص القادمة لأن العددات ليست متزامن إذن بما أن التركيب بتاعي هو سجل لازم ما داخل إشارة الساعة لكل قلبات يكونوا عندهم نفس إشارة ساعة مشتركة إذا ما نفعل؟ نصم خط هذا. ما نفعل؟ هذه إشارة السعر رئيسية نربطها في السيكا بي. في نفس الوقت نربطها في السيكا سي. في نفس الوقت نربطها في السيكا دي. وهنا شو يصبح سجل متزامن. ما عندها مداخل إشارة السعر عندهم نفس إشارة السعر الخارجي. هنا وش كملنا جمعه زيناء؟ كملنا إشارة السعر. ثاني حاجة نروح نوع الشحن. النوع الشحن كما كنتم تلاحظون بما أن نعطيه المسح. نستخدم داخل إرغان في الشحن التفارعي إذن بما أن نعطيه المسح سيكون شحن تسلسلي. وبنزيد نتأكد المعلومة المورد شحن والتسلسلي اللي هي شفترايت اللي سنشحنها في قلاب دي ا. إذن وش هو النوع الشحن شحن تسلسلي إذن وش راح ندير في هذه الحالة نروح لدي ا. ونكتب المعلومة شفترايت ونربطها دي ا. إذن هنا وش مقدرت كملت الشحن إذن لماذا سمي شحن تسلسلي لأنني نشحن غير قلاب واحد ومن بعدها المعلومة نفوتها من قلاب إلى قلاب عن طريق إشارة ساعة تسلسلية. وروحوا الإستراتيجية الثالثة نشوفوا نوع الإزاحة هل هي إزاحة يمين أو يمين دوراني أو يسار أو يسار دوراني. وروحوا نشوفوا شفترايت كفة تمشي جمعة. جمعين شفترايت لأغtime نروح لل دي ا. بعدها المعلومة دي ا. كي اي قلت دي ا. من بعدها كي اي ترى كي بي. من بعدها كي بي ترى كي سي. ون بعدها كي اي سي ترى كي دي. ومن بعدها كي دي تعود ترجع البوابة أو ترى لأغم يزاح. دي ا. إذن وش هو نوع الإزاحة. إزاحة يمين وعاودة دارت ترجع دي ا. معينة إزاحة يمين دوراني. إذا لن نح個 من سمع هذا القهوة یا ضبط المستعد والماد المبلغ يم مدخل يمين ومن اخذ منذ قهوة يمين ومن اخذ آخر قوت الشارعي لا يعد مرة اذا قمنا بتقريبه لمدة الأمواجات من الألماء و فقط سأعرف في الأنفكار و فقط أنه ترغب في الصفان و فقط تدريبها سوف نجد معظم الشئ نقوية محجوزة من شفترايت نحل المشكلة هنا. ما نفعله من هذا القصول و فقط أن نزال بوابة عدوية و في المدخل الأول نضاقه بكيدي و في المدخل الثاني نضاقه بشافترايت و هنا نحلل هنا مشكلة لدينا إكتشار معلومات كما ندخلها Success ما يحل المشكلة دائما هي بوابة أو تلعب دور سويتش هنا كملت نوع الإزع من بعدها رحوا المسح ما يقوم بعملية المسح؟ كما تلاحظوا هي X30 إذا كنت يأتي الموظفة X30 بما أنه مربوطة بالأير والأير ووظيفته مسح إذا X30 ووظيفتها مسحة السجل. السفر ما معناها مرحلة ابتدائية ثلاثة رقم الأشغلة إذا X30 ووظيفتها مسحة السجل إذا أجمعه وش ندرو في هذه الحالة نرسمه X30 ونزيد لها بوابة نوت علىها نزيد بوابة نوت أجمعه على باكم مراحل أي مراحل تنشط تمدلي واحد منطقي والواحد منطقي ما يقدرش يمسح لأنه مداخل إيران باش تنشط من المستوى الأدنى بات تتوافق نشاط وش لازمنا بوابة نوت بات تولي X30 بات تقدر تمسح السجل إذا وش ندرو في هذه الحالة بما أنه كان عندي ربعة أقلبات لازم نمسحهم دفعة واحدة إذا هذي X30 بار ونجدها نجدها كلير على القلب الأول وكلير على قلب الثاني وكلير على قلب الثالث وكلير على قلب أربع وهنا يكملت المسحة بعد ما نكمل المسحة جمعي يبقى لما داخل إيران برسات غير مستعملة لو كنخليها بهذا الشكل فارغة راح تكون مكتيفيا بس كولا لو كنتخليها فارغة مع أن تعطيتها زيرو وهنا برسات تمشي بالمستوى الأدنى حتولي إرغام على واحد لازمي هذا غير مستعملة لازمي ديزاكتيفي ونخملهم كيف نخملهم؟ نخملهم بالواحد منطقي ولا مستوى الأعلى ولا بالفي سي سي مصدر إذا هذه مدلة واحد هذه واحد وهذه مدلة واحد من بعدها جماعة بعد ما كملنا المسحة قادر ترح تشوف المخارج المخارج عن دي كي ا او كي بي وكي سو كي دي فاش يتحكمه تحكمه في الوشعة تعمل حرك خطوة بخطوة إذا ما نقوله كي ا منتاجها الوشعة الواحد كي بي منتاجها الوشعة ال الاثنين وكي سي منتاجها الوشعة ال الثلاثة وكي دي وشعة ال الاربعة إذا وهنا جمعاً من قد نشنا ربطه كي ا مباشرة بوشعة محرك خطوة بخطوة كين طابق التضخيم هذا مجرد مخططة وظيفة فقط لا غير من بعد هالأولاد هنا كملنا كل شيء وهنا مبروك عليك رك خدمت سجيل شحن تسلسولي وشحن تسلسولي عن قيمة شيف ترايت نوع الإزاحة إزاحة يمين دوارانية وهنا جمع زنا كملنا سجيل شحن تسلسولي إزاحة يمين دواراني أو حلقي وشبقنا نبقاتنا آخر حاجة وشه هي شحن تسلسولي إزاحة يصال دوارانية أو حلقية باستخدام قلبات دي بنفس الطريق أجمعها قبل ما روح نجاوب لازم نقرأ مخطط الوظيفي ونعرفه شو سجيل اللي أعطاه لي وش معناتها كيف نعرف باللي أعطالي شحن تسلسولي إزاحة يصال دواراني حلقية قادم يمين لك مخطط الوظيفي بهذا الشكل لازم تعرف تقرأ وثائق صحنا إذن بما أن نعطى لك الار مسح فقط ونستخدموش مداخل الارغان بروسات مع كلير إذا معناتها الار هنا لما نستخدموها للمسح إذن هذا مش سجيل شحن تفرع باستخدام مداخل الارغان هذه أول حاجة ثاني حاجة كيف تعرفوا باللي شحن تسلسولي معناتها نشحن قلب واحد فقط وش هو القلب واحد لحن نشحنه هنا يا اللي هو دي دي باش نشحنه شحنه قيمة تسلسولية اللي هي shift left قادم يمين لك اس ال قادم يمين لك واحد منطقي قادم يمين لك صيفة صيفة واحد واحد إلى آخر وش معناتها مدوخكش القيمة اللي لازم تركز 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 قدا حتشحن قلاب قدا حتشحن قلاب حتشحن دي دي واحد فقط معناتها نشحن قلاب واحد إذن وش هو النوع الشحن شحن تسلسولي أجمع قاد يكون شحن تفرع باستخدام مداخل تزامن دي او دي بي دي سي دي دي كي يعطي لك دي او دي بي و دي سي و دي دي وتعطي لكم ربع معلومة دفعتين واحدة هذا كيسموه شحن تفرع باستخدام مداخل تزامن وهذه مستبع هذا إذن وش هو إذا عطي لك شحن تسلسول يا جماعة يمين لك يا shift left يا shift right وإذا عطي لك شحن تفرع يمين لك باستخدام مداخل الارغان إذن إذا نجمع بما أنه shift left تحن نشحن قلاب واحد اللي هو دي دي إذا وش هو النوع الشحن شحن تسلسلي من بعدها نشوفه وش هي النوع الإزاحة كيدي قلت دي دي وم بعدها المعلومة طروح يساران كيسي طروح اليساران كيبي وم بعدها طروح يساران كي ا 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 تشوف التركيب بهذا الشكل أعرف بالله رح يمد لك تصميم سجل شحن تسلسلي إزاحته نحو اليسار دوراني كان احتمال ثاني وشي مد لك مخطط واضف بهذا الشكل مين وشي يزيد لك هنا وشي مد لك يعطي لك قيمة المراد شحنه تسلسلي إزاحة يسار وفوسط المخطط الواضفي يكتب لك يسار حلقي خليك أنت لي تكمل الربط وكان احتمال ثالث قادير يعطيها لك على السيغة سؤال يقول لك صمم سجل إزاحة يسار حلقي أو دوراني يشحن بالقيمة الابتدائية shift left من هذو ثلاث أمور تقدر تعرف باللي رح يعطي لك أسئلة على سجل شحن تسلسلي إزاحة يسار دوران وبهت التضاح الفكرة جمعا لازم نعطيكم المثال نحلو المثال با ثبت المعلومة وما يزيد من يصرنا حتى مشكل في السجل إذن في هذا المثال طلب مننا إكمال تصميم منطقي لهذا التركيب يعني جمع آخر حاجة خمام فيها اللي هي الرصب لازم نتعلم ندرس وثائق قبل من تصوى وثائق الصانع لازم نتبعه الاستراتيجية تعنا استراتيجية تعنا وش لازم نعرف نعرف وش كلها هم يمد إشارة ساعة لهذا التركيب لهذا سجل ثاني حاجة لازم نعرف النوع الشحن هل هو شحن تسلسلي أو تفرعي ثالث حاجة لازم نعرف نوع الإزاحة هل هي يمين أو يمين دورانية أو يسار أو يسار دوراني ورابع حاجة وش هي اللي واشقون نقوم بعملية المسحة سجل هيا جمعا نقارو الوثائق صانع ونطبقوا الاستراتيجية تعنا إذن اذا اول نبدأ باشارة الساعة، رحوا لمقاطة الوظيفة، نرى شما يتود اشارة الساعة للسجل كما تلاحظوا اشارة الساعة، ما يميدون هذا الاخرى ويكمل الشرط الخارجية وبما انه كانت بوبااند وكانت اكس 63 معانتها، وشاو بقي حاجم معه بما انه مشابه باشارة الساعة، وشاو بقي واي ذن وبما انه تركيب الملك ازاحة معانتها ابن بالازاحة وبما انه هذا التركيب يتحكم في الوشعة محرك خطوة بخطوة مع أنتها كل ما تأتي إزاحة يدور محارك خطوة بخطوة إذن إكس 63 إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة إذن إشارة تسعة وش فيها فيها بوبة أنت إذا نرسم بوبة أنت ونرطوها بالقلاب الأول المدخل الأول نرطوه بإشارة تسعة رئيسية الآش اللي تجي من أنو 555 ولا بوبة نافي سي أم أو اس على حسابه شميد لك التركيب وثاني حاجة نكتبه إكس 63 اللي هي مرحلة ثالثة من أشغوله 6 من بعدها جماعة نتسألوا السؤال هذا التركيب اللي نخدمه هل هو عددات أو سجلات وبما أننا نخدم سجلات وش هي الحاجة مميزة سجلات لازم مداخل تقلابات تقع إشارة تسعة عندهم نفس إشارة تسعة مشتركة إذن مخرج تعمل بوبة أنت هذه نرطوه بكل مداخل إشارة تسعة لكل قلابات إذا نرطوه بمدخل سي كا بي و سي كا سي و سي كا دي هنا وش درنا كمنا إشارة تسعة وعلبانا بالإستجيل وهو تركيب متزامن مع أنت مداخل إشارة تسعة لكل قلابات تربط نفس إشارة تسعة الخارجية ثاني حاجة روحوا نوع الشحن كما كنتم تلاحظوا قيمة الشحن هي تسلسلية إلي شفت ليف هذه القيمة بشحن شحنها نربطها بمدخل قلاب واحد إلي وديدي إذن وش هو النوع الشحن شحن تسلسلي إذن هنا ورحوا القلاب الآخر ديدي وشفت ليف نربطها بهذا الشكل ضدنا يارسلو الأزاحة مع لمع المعلومات روحوا نشوفوا النوع الإزاحة كما كنتم تلاحظوا المعلومات ـ podia الرحضر ثم تركيبév رسل المعلومات ـ去 فإن التحلق الخفز من الأقلuş أعلمين تريضون إفسro que لأسطفاج إلي ثم تركيب تركيب هذه المعلومات لديется عن تفضيل عباة hypoth入ة هذه البوبة هذه المعلومات ـ فهو أجلكم نحن سست الله عليها في المثال أول أعطيتها لكم وفي المثال الثاني أعطيتها لكم علامة إستفام لتستفاق بو into نحمل مت或者 إيدي الإسراء. هذا الخط مش سيكون مساعد بعدها لا ارتكال إيتجاه. بعدها المعلومة هذه. تريد المدخل ديج intimidateك ودرك امام المخارج الانake إذا النخ responsibility قدرة المول ونذهب إلى المدخل قلب دي بي بعدها المعلومة تخرج من كي بي ونعود تدخل المدخل دي بي لو كنقلي تركيب هذا الشكل هذا وشي هو إزاحة يصار فقط ما في التركيب العطالي إزاحة يصار دور المعلومة تعود إلى القلب الآخر في هذه الحالة واش ندرون المخرج كي ا ونعود ونرجعه نرجعه المدخل دي بي جماعة كين نرجع المعلومة من كي ا إلى دي بي واش نلقو نلقو مدخل دي بي محجوز بالقيمة shift left إذا في هذه الحالة عندي معلومات وعندي مدخل واحد عندي إشكالية هنا كيف نحلو إشكالية نزيده بوابة or المدخل الأول نرطه ب shift left المعلومة المراد شحنها تسلسوني وإزاحتها اليسار ومدخل الثاني نرطه بالكي ا إذا بوابة or هي اللي يتحلي المشكلة كي تعني عندك أكثر من معلومة حاب دخلها في مدخل واحد هنا بوابة or تلعب دورة switch بعدما كملت نوع الإزاحة جمعه رحوا المخطط الوظيف يشوفوا شكون لي يمسح السجل إذا بنا عرف شكون يمسح السجل نحن نشوفوا الر كما كنت لاحظوا هذه الر هي مدخل مسح الجماعي هذه الر باش مربوطة مربوطة بإحتمالين احتمال أول اكس ستين واحتمال اينيت على هزدنا بوابة جمعه or لأنه عندي أكثر من طريقة المسح وعندي مدخل مسح واحد على هذي لازم لي بوابة or على هذي البوابة or زدنا نفينها لأنه المداخل الرغم تنشط بالمستوى الأدنى والبوابة or بوابة نفي على هذي الدرنة بوابة النور إذا شكونوا يقوم بعملت المسح إما عن طريق مرحلة ابتدائية من أشغولها ستة نسميها مسح آلي خارجي أو عن طريق اينيت انيت هذه الشي عبارة عن ضغطة يجي شخص يضغط عليها يدويا وش معانتها يدخل فيها الإنسان ويمسحها السجل إذا هيا نخدمه المسح إذا نرسمو اكس ستين مع اينيت ونديروا بوابة نور نرطه مع بعض من بعدها المداخل الرغم هذي كليل نقلبهم نقطة واحدة معانتها يمشوا مع بعض إذا نرطوها معانتها المسح هذا يتربط بكلية تعقل لاب ا وكلية تعقل لاب بي وكلية تعقل لاب سي وكلية تعقل لاب دي وهذا سميهم مسحة الجماعي جماعة اللي يحب يعرف المعادلات تع المسح معادلة تعيشات ساعة ويروح لحصصة التفصيلية جماعة بعد ما كملنا المسح الجماعي وش يبقونا يبقونا مداخل الرغم بريسيت لو كنخليهم في هذه الحالة بهكذا معانتها عاطينهم زيرو وش يكونوا حيكونوا فعالين ومكتفين ويرغموا لي قلبات على الواحد وش لازم بما انه ما يحتاجهم في شحن التسلسلي جماعة في شحن التسلسلي ما نستخدمه ما داخل الرغم بريسيت بما انه ما نحتاجهمش لازم لن خملهم باش نخملهم بالواحد منطقي ولا بمصدر جهد في سي سي إذا أعطى لك مصدر جهد في سي سي أربطهم في في سي سي إذا ما عطى لك مصدر نكملهم كامل بوحدات منطقية بهذا الشكل وآخر حاجة جماعة مخارج قلبات فاش تتحكم تتحكم في الوشيع الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة تقدر التعاول وترسمهم هنا يا انا ما رسمتهمش هنا بها يخرج المخطط دقيق جدا اذا اخر حاجة وش هي ربط المخارج القلبات بالوشيع وما تربطش مباشرة لانه كان طبيع تضخيم باستخدام المقاح وهنا جماع زينا كملنا مخطط منطقي لسجل شحن تسلسلي نوع الإزاح التأوي يسار دواراني بعدها جماع زينا هنا وصلنا نهاية الحصة اليوم مش خدمنا خدمنا شحن تسلسلي إزاحة يمين دوارانية وخدمنا شحن تسلسلي إزاحة يسار دوارانية وفي السجلات ما بقانا بقانا باستخدام سجل العام رح نشوفهم في الحصة رقم 6 وحصة رقم 7 وهنا يا جماع زينا وصلنا نهاية الحصة ومو أبقى علي أن نقول لكم غير سلام وصلنا 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 ترجمة نانسي قنقر